النهاردة كانت الكشف الاخير مع الدكتور احمد عبدالعزيز واثبت فعليا للأسف يعني ان فيه قطع في الروباط الصليب نتمنى الشفاء العاجل لواحد من نجوم الكرة المصرية كان حجز مكانه في كأس العالم بقول لكم كان حجز مكانه في كأس العالم هي هي دي الكرة يعني هي دي الكرة و دي التويتة اللي كتبها وقالها طبعا ما يقول له اخي وصديك الشنوي اشعر ما تمر به الان طبعا ويعجز لساني عن ايجاد كلمات تخفف عنك طبعا ما صابك يعني شوف شوف الشعور اللي عمله الكابتن شريف اكرامي والتويتة اللي كتبها هي دي الروح وهي دي العلاقة اللي بين اللعيبة الكبار وبين نجوم الاهل ونجوم الزمالك وبين نجوم الكرة المصرية كلها محدش ابدا بيتمنى للاعب الاصابة وكل لعب بيشفق على الاخر لما يصيد مع التأكد من اصابة الشنوي اللي بندعوه لانه يرجع بالسلامة وفي اسرع وقته ربنا يعني يرجعه بالسلامة الحديث مين هيكون في المنتخب وتسمع كلام كتير جدا كابتن شريف اكرامي راجع ده عواد لازم يكون موجود شناوي محمد شناوي من الاهلي مع كابتن شريف اكرامي لازم الدنيا تزبط انا هقول لكم الجهاز الفني لمنتخب مصر حاطت بدون القاب عسام الحضر محمد الشناوي الاهلي عواد الاسماعيلي شريف اكرامي الاهلي جنش الزمالك سمعنا بقى دول الاسماء اللي حاطتها الجهاز الفني في اختياراته واللي هيكون بيها الاهتمام نقدر نقول مش عايزين نقول ده من مكانه فيه اتنين حراس منهم يعني موجودين ونقدر نقول ان التلات حراس البقيين هيكون منهم حارس واقدر اقول لكم ان فرصة الكابتن شريف اكرامي كبيرة جدا لان المنتخب وجهازه مقدرين الدور الكبير اللي قام بيه كابتن شريف اكرامي مع منتخب مصر انه كان احد الاسباب في التصفيات والتواجد مع المنتخب بفضل الله زي وزي باقي اللعيبة في تأهل المنتخب وبالتالي فرصه اكبر ومع مشاركته في الفترة الجاية اذا رأى الجهاز الفني للنادي الاهلي ان مشاركته ضرورية اعتقد الجهاز الفني للنادي الاهلي لن يتأخر في اعطاء كابتن شريف اكرامي الفرصة للتواجد في المونديال اشتركوا في القناة